وانتهت الرحلة على إقاع الإخفاق والإقصاء المبكر وأنهت معها الأمال وإحياء ذكريات أرض الحبشة حينما عاد جيل فرس والهزاز بأول لقب لأمم أفريقيا من أثيوبيا قبل أربعة عقود ونيف انتهت الوعود والأحلام على واقع الإقصاء المرير نحن كم غاربة لك تضمنا وخاء واللفنان تضموا ديما فتضاء وراش بحالة كاريادية دي المنتخب المغربي كنا نتمنى ومزع ما يصلون نصف النهائي بعضا ما تضمنا بززاف تاخي برا تضمنا صراحة ومرأة لعابة في المساوة وليني أشان تقول لك ما فهمنا أولو فهد شليدر ولينا منتخابة ما فهمناش وش من المدرب ولا من العابة ولا شنو احنا ما فهمنا أولو المنتخب ككل احنا كنا نتمنى أنه يزيد القدام ولكن بهذا النتائج وبهذا المردود اللي كان نظهر به ما نوصلوش هذا هو الدور اللي كنا نستحقوه كنت عارفة أنا وغيروصل ولكن ما خابضني فيه ما توقع حتى مش هيدلوهك وجاء الخروج المبكر على يد منتخب متواضع اسمه البنين كامتداد لأحداث تخللت معسكر تحضير المنتخب المغربي قبل انطلاق الكان بأسابيع قليلة حيث أنذر رحيل حمد الله عن وجود أزمة كبيرة حتى وإن حاول الاتحاد التستر على الأجواء التي سادت المعسكر الذي أنهاه أسود الأطلس بهزيمتين قبل الرحيل للنهائيات بمصر حيث انتهت المغامرة على أعتاب دور الستة عشر وسقط القناع عن المستوى الحقيقي لمنتخب وفرت له كل الإمكانات لكنه فشل من جديد الفرص القليلة اللي جاتنا ما استغلناش كنا قتلوا المباراة ولكن على العموم فربما نجم المنتخب المغربي لم يكن في الموعيد ديالو لأنه اللاعب زياش كان بالإمكان ديالو يعطي إضافة للمنتخب الوطني عندنا كل مكونات عندنا كل الوسائل باش نكونوا من المرشحين ولكن هذه هي كرة القدام كل صراحة فضيعنا فرصة باش نزيدوا كأس تانية للخزينة ديال المنتخب المغربي وقبل الاجتماع المنتظر بين الرئيس الاتحاد المغربي والفرنسي أرفيرونار تختلط الحصر بالتساؤل ولسان الحال يقول متى تتحقق الوعود والأحلام وينتهي مسلسل الإقصاء والآلام محمد بمباري العربية الرباط محمد بمباري